تابوت العهد. تابوت الرب. تابوت الشهادة او تابوت السكينة. قطعة اثرية مقدسة. لها اهمية دينية وتاريخية بارزة في سجلات حضارتنا الانسانية. الغموض والالغاز حول هذا التابوت قصة يتعقول عدد لا يحصى من الافراد على مر الزمان. اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم على متنها اربع معاكم خسام اكرم ورحلتنا النهاردة للبحث عن تابوت العهد. وفقا للكتاب المقدس تم صنع تابوت العهد اثناء خروج بني اسرائيل من النصر. صنع من خشب السنت ووغطة بالذهب الخالص. يبلغ طوله اتنين ونص زراعة. وعرضه واحد ونص زراعة وارتفاعه واحد ونص زراعة. على قمة التابوت يوجد الكروبين او الشروبين. والترجمات اللي نعرفها عن المستلح ده انها شخصيات ملائكية حملات العرش من الملائكة. في اتنين من الكروبين فوق التابوت. واجه كل منهم امام الآخر. باجنحة ممدودة بوابه وعضوهم البعض وبينقوا الزلال على طاقة تابوت. وده المعروف بكرسي الرحمة. طبعا تجاوزت اهميته كونه مجرد تابوت او صندوق. اهميته تكمل في محتوياته وفي تفعيله. اولا محتوياته. من خلال الايات في الكتاب المقدس. واللي مهم تعرف انه ما اسموش الكتاب المقدس. ده اسمه الحالي. لكن اسمه العهد القديم لبني اسرائيل. وده كتب خاص ببني اسرائيل. وبني اسرائيل مش كل اليهود. وفقط جزء منهم. هناك بني مقاب وبني عمون وبني ادوم. كل دول يهود. وكانوا بيعتدوا على بعضه وبيحربوا بعضهم. لكن في عصرنا الكتاب بقى لكل العالم. المهم. بسفر الخروج قال الرب الموسى. اصعد على الجبل وكن هناك. فاعطيك لوحي الحجارة والشريعة والواصية التي كتبتها لتعليمهم. لوحي الشهادة. ثم اعطى موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء. لوحي الشهادة. اللي هم لوحين حجريين مكتوبين باصبع الله. ودول اللي موسى عليه السلام كسرهم بعد غضبه على بني اسرائيل. لما الام بيرقصه حوالين العجل. وكان عندما اقترب الى المحلة انه ابصر العجل والرقص. فحمي غضب موسى وضرح اللوحين من يده. وكسرهما في اسفل الجبل. بعض النظريات بتقول ان اللوحين دول هما الالواح الزمردية. وبعدها قال للرب الموسى انحك لك لوحين من حجر مثل الاولين. فاكتب انا الكلمات التي كانت على اللوحين الاولين الذين كسرتهما. وبعد استلام موسى اللوحين للمرة التانية. كان كان لك باصلائيل بصنع التابوت. ووضع اللوحين في التابوت. طب هل في حاجة تانية في التابوت غير اللوحين? فارسالة بويس للعبرانيين قال. فيه مبخرة من ذهب. وتابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب. الذي فيه قسط من الذهب. فيه المنب. وعصى هارونا التي افرخت ولوحة العهد. تيموا احتويات تابوت العهد كما ورد في العهد الجديد. تيه بقى موضوع تفعيله. التابوت عرف كجهاز له قدرة على توليد نوع من الطاقة. وجه جهاز تواصل ايضا بين ممثل الشعب والرب. ممثل الشعب كان موسى عليه السلام. والرب هو يهو. وانا اجتمع بك هناك. واتكلم معك من على الغطاء من بين القربين الذين على تابوت الشهادة. بكل ما اوصل به الى بني اسرائيل. في المناسبة لا يوجد في العهد القديم العبر الذي تم ترجمته. ما يؤكد على حقيقة يهو. لا احد يعرف معنى لهذا المطلع. لا احد يعرف كيفية نطقل حقيقية. ودي حاجة ان ايش هبتعمق اكتر في فيديوهات خاصة بالقناة. المثول امام التابوت كان مراضي في المثول امام الرب. والتابوت ايضا كان مرتبط بالسحابة التي تغلل بني اسرائيل. او مركبة الكروبيما الباسطة ابنحتها المظللة تابوت عهد الرب. التابوت كان بيسبب بالاذى لمن يقترب منه. لتيجي تطاقة صادر عنه. وعشان كده كان هناك مجموعة خاصة لتعامل مع التابوت. ما فيش شك ان التابوت جهاز تكنولوجي. مش مجرد صندوق مقدس يحتوي على نصوص مقدسة. جهاز قادر على توليد طاقة. وعلى الارسال والاستقبال. هارون عليه السلام كان الكاهن الاول للتابوت. وكلفه موسى عليه السلام بحفظ عصاه في التابوت. وقال الرب لموسى. رد عصى هارون الى امام الشهادة لاجل الحضب. علامة لبني التمرض. فتكف تضمراتهم عني لكي لا يموتوا. هارون عليه السلام كان يلبس صدرية بها القرين والطميم. الاحبار اللي في الصدقية كان بتلمع فوقون السحابة فوق التابوت. وبالشكل ده ان بيقدر يحصل على اجابات الاستفسارات والاسئلة. وبالاخص القضاء. كل ده بيقول ان التابوت مش مجرد تابوت. لكن تكنولوجيا جهاز قادر على توليد طاقة عند تفعيله. وفي نفس الوقت ما حدش يقدر يتعامل معاه الا مجموعة من الكهنة. اللي عارفين يتعاملوا ازاي مع الطاقة النتجة عن التابوت. عشان ما اضرهمش. وهم برضو اللي يقدروا يوقفوا تفعيله. في يوم الكفارة مرة كل عام كان بيتم تقديم قرابين او اضحية. وكان هارون عليه السلام بيحط على غطى التابوت سبع مرات من الدم باصبعه. الاول من دم ثور ذبيحة عن نفسه. وبعد كده من دم تيس. تيس الخطيئة. لتكفير نجاسات وخطايا بني اسرائيل. في حاجة برضو تستدعي الاهتمام. بني اسرائيل اسناء ترحيل ومخروجهم كان التابوت بيسبقهم مسيري التلاتيام. مع مجموعة افراد معينين. وده عشان يقدروا يرشدهم من خلال عمود النور او السحابة. يعني ما كانوش شايفين اللي بيحصل. التابوت بالنسبة لبني اسرائيل شيء مقدس جدا. بيمثل حضور الاله. والفلسطينيين في الوقت ده كانوا بيسخروا من بني اسرائيل. القوم اللي بيكلموا اله هم السندوق. كانوا شايفين ان ما فيش وثانية بعد كده. ولما هاجموا بني اسرائيل خدوا التابوت معهم. وبعدين متى تحصل احداث غريبة نتج عنها انهم رجعوا التابوت. وفي ايام شاول لم يعير للتابوت اهتمام. على عكس ايام داود عليه السلام. اللي بني اسرائيل بدأوا فيها يسترجعوا مجدهم من تاني. وفي زمن سليمان عليه السلام لم يكن في التابوت الا لوحة الحضر. هناك العديد من النظريات حوالين التابوت. هنركز على تلاتة منهم. النظرية الاولى بتقول ان تابوت العهد في اكسون باثيوبيا. اسفى البناء بجانب كنيسة السيدة مريمي. يخضع لحراسة عسكرية مشددة ولا يسمح لاحد برؤياته. حسب ما يزعم الاثيوبيين ان كل فترة بيتم تغيير الحراسة. بسبب بقوع احداث موض غريبة. زي ناس جلدان يقع وتتحرق. ملايين من الاثيوبيين مؤمنين للتابوت موجود في المكان دا. واللي بيأكد دا مذكر في كتاب كبرة نجاشت مجد الملوك. ان مملكة سباها في الاصل اثيوبيا. وان سليمان عليه السلام تزوج من ملكتهم وحملت منه بابنه ولما كبر ارسلته الابوه. وكان من المجموعة اللي بتتعامل مع تابوت العهد. تفليلة قرر خداع الكاهن الاعلى للتابوت اللي كان مدرسه وخداع ابو سليمان ايضا. وسرق التابوت ورجع باثيوبيا. وسليمان عليه السلام ما عملش حاجة المعرفة ان التابوت هيروح هناك. دي الرواية باختصار. وبجانب ما في كتاب مجد الملوك هناك بالفعل طائفة يهودية في اسيوبيا. يهود الفلاشة او بيتا اسرائيل. ودول كانوا في مصر قبل اجرتهم. في النوبة. واللي بيأكد ده هو اكتشاف معبد يهودي بالفعل هناك. والغريب ان ابعادهم وصفات المعبد ده على نفس طريقة الهيكل. هيكل الرب او هيكل سليمان كما هو معروح. الموضوع مثير. بس ليه كل الدنيا ما طلبتش باخرابه? دي مش عايزونه يطلع. النظرية التانية بتقول ان تابوت العهد رجع مصر. لكن مفيش اي دليل عليها غير مذكر في سفر الملوك. في السنة الخمسة للملك راحب عام صعد شيشك ملك مصر الى ارشاليم. واخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك. واخذ كل شيء. واخذ جميع اطراس الذهب التي عملها سليمان. شيشك هو الملك المعروف بششنة. اللي بعد كده خد الغنيم دي وتم تقدمها للاله امون. كما دون في معبد الكارنط. لو جينا المصر فمفيش اكتر من التوابط في مصر. فتحسها دلوقتي مجبرة جماعية. طبعا التابوت ده تم اخفاغه بعد كده ومحدش يعرف مكانه. والجدير بالذكر برضو ان فيه رجل مصري اسمه كمال خلاف. له قضية مشهورة من سنين. والراجل ده متأكد ان التابوت تحت بيته. فمنطية الزيتون. ووزارة الاطار اكدت ان فيه بالفعل جسم مستطيل اسفل المنزل. بس الموضوع شكله مطور. زي وزي اثيوبيا. طالما التابوت هده مطلعش ليه. النظرية التالتة محددتش مكان للتابوت. عشان هو مش تابوت واحد ولكن عدة تابوت. وده اللي قاله المعلم الاكبر لفرسان الهايكان. ان التابوت مش واحد بس. وانهم عثروا بالفعل على ست تابوت وما زال هناك ربعا مفقدين. التابوت بيولي الطاقة كهربائية كبيرة جدا. والراجل اظهر خرطوش يحتوي بداخله على تابوت. الخرطوش بيبقى داخله اسماء الملوك لانه بيضل على النبر. وجود غرض زي ده داخل الخرطوش دليل على اهميته. ووضح انه مش خرطوش في حقيقة الامر. لكنه مجال كهرابي حول التابوت. والتابوت نفسه مرفوع عن الارض بسبب الطاقة دي. الجدار دي موجود في ادفق. والمصريين اكتشفوا ان السندق دي هي مكثفات في الاصل. يمكنها توليد كمية كبيرة من الكهرباء. وتتم توضيحه في معبد دندرة ايضا باستخدام اربعة توابيت لتوليد الطاقة. التوابيت تم استخدامها في مصر كلها لتوليد الطاقة. ازاي طيب بتولد الطاقة? اغلب الاوقات بجانب التوابيت هناك شكل. الكعك الابيض المخروط الذي يشبي التل. العنصر اللي بيساعد في توليد هذه الطاقة الكهربائية. واللي هو المن في العهد القديم. فاكرين المن من السماء ده المسحوق الابيض المستخدم في تفعيل التابوت. عندما يتشكل المسحوق يعطي هذا الشكل المخروطي. وهو مادة موصلة فائقة. ذكر بالفعل وجود جر من المن داخل تابوت العهد. والمن بعد تشكيله بيبقى بالشكل ده. فرسان المعبد نقحه في نقل ستة من التوابيت الى اوروبا. وبعدين للعالم الجديد في امريكا. واثناء وجودهم في فرنسا بنوا كاتدرائيات. والناس بسط على المجسمات اللي تركوها على انها شخصيات مقدسة بس. لكنها تحمي الرسالة خيميائية ايضا. منها يجيب شلماندر او سحالي ويحطها الفرن. لكن مع تقسيم كلمة شلماندر لشاول وماندرة هتبقى ملح مستقرة. والرسالة ببساطة كانت انك تقدر تستخرج الاملاح المستقرة من الفرن. انه يجب تكليس المادة النباتية. تسخينها تسخينا شديدا لمدة طويلة. ثم يمكنها تستحراج المن منها. وده بالزبط اللي تم تصويره. تكنولوجيا التوابيت بترجع لحضارة قبل حضاراتنا المعروفة. اللي مع اختفاءها مصر كانت مهم لنقل كتير من اطلانتس لهنا. وكان من ضمن اللي تم نقله هذه التوابيت. التوابيت ظهر اشكالها في اكتر من مكان على الارض. يبدو ان الثقافات القديمة كانت على العلم بالموضوع ده. بعد ما حضارتكم تبحثوا. شاركوا اللي وصلتوله في التعليقات. بلاش تلوص المكلام مهري. شارك نتيجة بحثك بوضوح. وفي نهاية رحلتنا سأتوقكم للبحث عن التابوت في نسيق تاريخنا البشر الواسم. واذكركم بما تم ذكره بخصوص التابوت في رؤية يوحن انه معبوك الملاك السابع انفتح هيكل الله في السماء. وظهر تابوت عهده في هيكله. وحدثت بروب واصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم. كان لازم قلبك الحجر يدنهت عليه باصبع الرب لقبول وصايا ولتزنزل عليك السكينة.